كنت تعلمني المبادئ الأساسية بعدين أنا بدراستي دخلت في نون وبس خلصت الدراسة صرت يعني حبيت المجال كتير صرت لحالي طور يعني من فيديوهات يوتيوب أحضر معارض وبازارات يعني أخد فكرة العالم شو عم تشتغل وبلشت أشتغل يعني القطع كلها يعني اللي بشتغلها أضيف عليها لمسة خاصة حتى تكون شوي مميزة عن غيرها اللي بالسوق يعني صغيرة كتير كنت يمكن ست سنين أصغر حتى حاولت طبعاً إجباري يعني بيفشل الواحد بالبداية بس عندي مراء وبال طويل كتير فكر الأطعار الدعيد من أول وجديد لحتى أوصل للنتيجة اللي لاقيها بديها تمام أسهل شي يعني بيبلش في الواحد لحشة القطبة نفسها ذاتها بتكرريها لتوصل إلى الطول اللي بدك ياه فكانت هيك لحشة بتذكرها ما لك كتير كانت طويلة بس مقبول الحجمة وكانت قطعتها منيحة وال يعني القطبة تبعها سلسة وكانت مفضلة للي يعني كتير أنا بحب القطعة اللي بطلع يعني أوقات بقول له لزوجي شوف هاي القطعة شوف قدشني أنا موهوبة عرفت يعني بمداح حاله أول ما بلشت أشتغل الدماء ازعل على القطعة إنه حتتسلم يعني بحس إنه هيك غص قلبي عليها شوي أول قطع اللي عم بشتغلهم بالفرو كنت أعمل ألعاب من الفرو هيك شكل اللامة وهالقصص وقت انتهت وخلصت ما قدرت سل ما تركته وضلت لحد الآن عندي جربت إذا بدي إيقلك أكتر من عشر أنواع خيط لحتى وصلت لهذه النتيجة يعني هلا بتحمل الشنطة بتلاقيها مقولبة زابطة دورت عكل الإكسسوارات إن كان إيدين خيزران إن كان أقفال مغناطيس يعني جمعت كل شي ممكن وطبعاً ضفت عليها هلأ شكل يدوي هلأ كل شي عليه عيون مشكوكة كلها شك يدوي الوردات مثلاً كلها شغل سنارة بتصدقي يعني هلأ أنا وقت اللي بلشت بمجال السراير البيبي كان ولادي صاروا كبار وما لحقت حتى يعني لو لا ولد من ولادي أعمله جربت يعني هلأ إذا بورجيكي صورة أول تخت بيخوف والحمد لله لو ما مشي يمكن ماكن تكملت مع إنه الكلفة هائلة تبعه يعني هلأ اللي بيشتغل اليوم بهذا المجال بيعرف السرير مثل هاد لا يطلع قداش بيكلف بس خيط يعني الخيط تبعه جداً مكلفت قلت ما بيأسه اشتريت كمية الخيط أمنت القواعد دورت على نجار يمكن شبت ثلاثة أربعة نجارين لحتى فصل قاعدة لإله يعني يقلولي بعض العالم إنه هلأ كتجربة ما في داعي تكوني عاملة إله قاعدة حاملة للتخت وكذا لأ بحب الشغلة كاملة مكملة من للآخر يعني ففصلت لهم قواعد هزازة يعني إذا بتشوفي التخت هو تخت هزاز ما له تخت ثابت أحجام اشتغلت عليها لعدلت الحجم صار حجم منيح بيععت في البيبي للخمس ستة شهر تقريباً عملنا ست كامل دمية بحجم كبير مع خشخيشة طبعاً كله مواد آمنة يعني ما في لا عين بتطلع لأسياخ معدنية الحشوة كلها ديكرون والأجراس كلها مسبتة جوا يعني ما في ولا أي شي ممكن إنه يأذي البيبي موسيقى 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 موسيقى